وإحنا رح نتابع وإياكم في محطاتنا وهذه محطة جميلة رح نتعرف فيها وأخيرا على صاحب كاريكاتير شنطح هذا الكاريكاتير لمعظم الفلسطينيين بنتظروا صباحا لحتى يشوفوا شو بيحمل لنا شنطح من حكمة نصيحة أو فعليا جملة بسيطة بتعبر عن وقعنا وعن الأيام اللي عم نعيشها أكيد كمان هي فيه شغلات إلها علاقة بصناعة اليوم بفنجان القهوة بالحوار الداخلي بكلامك الداخلي بينك وبين نفسك لهيك بنرحب بسامر الصالحي صاحب شخصي شنطح يصبح صباحكم هلا صباح الخير وأهلا فيك معنا يمكن معظمنا بعرف مين شنطح وشو بعمل شنطح في كل صباح ولكن مش الكل بعرف سامر الصالحي فبنا نتعرف على حضرتك اليوم سامر الصالحي سعبة شوية سعبة باختلاف عن شنطح يعني مش متعود يعني لا يعني مواطن فلسطيني زي ما بقوله هيك عادي كاتب بحب أكتب يعني من زمان كان فيه تجارب بالأغاني وبالإزاعة قدنت كتير بالإزاعة يعني دراما خفيفة يعني لهي من أيام الحب والسلام والأمواج و وشنطح كان محطة لإلي يعني اللي هي بعد بديش حكي عزوف الناس عن الإزاعات والأشياء اللي هيك صار كله على مع النت يعني فصار بحث عن منطقة اللي أوصل فيها للناس بسهولة بدون كتير تفاصيل يعني فكان شنطح الشنطح اللي هي كان عندي دايما مشكلة بالكاريكاتير بالرسم لأنه بعشر سوم يعني فجرأت وعملت الخرباشة هاي صارت شنطح شخصية الراس واللدين والرجلين يعني زي تنبي عليها مش كتير متقاد يعني وبلشت بشنطح ومش حاله احنا بنحكي تقريبا على ثلاث سنين أو سنتين لا صار من 2016 كان فيه فترات كتير مصطحة يعني هو شد حاله قبل سنتين شنطح شد حاله كتير عبارات اللي بتختارها ما بين الصباح ما بين المساء الحال اللي بتعيشها ممكن كل فلسطيني بيعيش بس مش كل فلسطيني بقدر يعبر أو يكتب كيف تجرأت أو كيف طلعت معك أول مرة وكيف كان الصدى من خلال الناس اللي بتتابعت لهاي العبارات لا هي التجربة موجودة من قبل يعني بس مش كالكاريكاتير يعني أنا دايما عندي بحب أكفت في الأشياء يعني الصفحة كتبها بجملة وكان في تجارب قبل بالإزاع حتى كان عندي برنامج بالحب والسلام اسمه سكتش كان كتير على الهواء فهو نفس الفكرة دائما القصة الحلوة هي قصتك هسا لسا مكر على الشاشة دائما قصة الحلوة هي قصتك من زويتك يعني هي محاولة خلق شوية أمل عند الناس في ظلها يعني الإحباط الموجود في يعني كان هذه الفكرة يعني من كل شنطح إنه برغم يعني الأشياء السيئة اللي موجودة بحياتنا نحاول نلاقي منطقة ضوء في آخر النفق زي ما هو طب نعرف شوية الاسم من وين أجا كيف طلع ليش اخترت شنطح شنطح هو هو أظن من الأحبادية المصرية يعني القديمة وظل عالق في راس مونا صغير يعني حتى عملت الأغنية لحانة باس الزايد فضلت شنطح شنطح فعملنا شنطح كان بالنسبة لإلي من طفولتي يعني شنطح هاي شخصية مش 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 طفولية هي أكتر إلها دخل بمنطقة أكبر من إشي طفولي هم تحسن أنه أنت قرينك شنطح أيوة طب سامر يمكن كثير من الناس اللي اتناقلت هاي العبارات صنعت لإلها كمان جزء من تفاؤل أنا يمكن من سنتين عم باخد هاي العبارات ببلش فيها صباحي لحد بعض الناس فكروا أنه أنا اللي بكتبها بقول لأ أنا ما بنسب إشي مش إلي لإلي كدش مهم جدا كمان تفاعل الشباب الرسائل اللي وصلتك هاي الأشياء اللي إلها علاقة بالدعم أنه أنت بتعطي فترة منيحة بعدين بتوقف وحتى لو رجعنا لكل العبارات الموجودة هي بتنفع لكل وقت وكل زمان صحيح هي حالة نفسية يعني زي ما حكيت لك هي بالمبدأ يعني محاولة شوف إحنا عايشين بوقت بدك تدافع عن حالك يعني في ظل الوضع السياسي وكل شيء والكورونا يعني هاي أنت في محل بدك تدافع عن حالك كيف تقدر تتغلب على هاي الأشياء بدك شوية تفاؤل يعني فهذا هو المبدأ فعشان هيك بتصير العبارات كلها مربوطة بهاي المنطقة يعني إنه أوكي إنه إحنا بجو كتير هيك بس كيف ممكن نطلع منه هلأ بداية أن الناس يعني بشوف من التعليقات وهي تشعرهم لأ إنه بدنا إيش يحبطنا يعني أكتر بدنا إيش يتفاقل بصيروا يتمسخروا كيف تتفاقل يعني بس شوية شوية أصلاً مجرد تفكر في الموضوع كلمة صباح وكلمة ليلة سعيدة كلمة صباح الخميس زي ما بحكي لك هي محاولة اللي تخلي الناس تفكر يعني لما حكي لك صباح الخير مرأة عادي يعني بس لما حكي لك يعني وانت نازل توزع صباحات على العالم تذكر تحكي لعالك صباح الخير تفكر بالموضوع يعني مجرد تفكر في الموضوع بعطيك شوية أمل يعني إذا بدأ صحيح تبقى في بلدنا تحديداً في مجتمعنا اللي هو شنطح متخصص فيه في كتير قصص في كتير قضايا في كتير أخبار ممكن تمر علينا خلال النهار خلال أسبوع ممكن إنا نحكي فيها فأديه سعب على شنطح يختار الموضوع اللي بدأ يكتب عنه اليوم أو كيف بيختاره هل هو الموضوع الأبرز هل هو الموضوع اللي بيأثر على شنطح أكتر شي كيف بتختار الموضوع اللي اليوم بدنا نحكي أنا مش أخبار يعني شنطح مش أخبار يعني مش أني متابع الأشياء وبحاول أكتب عنها زي أي كريكاتير يعني لأ شنطح حالة نفسية يعني حالة عام لأي حدا ممكن يصحى الصبح بشو بده ممكن يفكر بس شنطح ممكن يعطيك المنطقة الثانية اللي أنت بتفكر فيها يعني من نفسي ممكن يكون هو جرأة أكتر يعني ممكن يحكي اللي في بالك المواطن فلسطيني بس مش قادر يحكي يعني هيك كتير بحكولي يعني هيك يعني هي زي ما بحكي لك هي منطقة مطمورة في داخل البني آدم يعني أنه إحنا شايفين كل شي سيء كل شي سلبي هو تحاول روع منطقة ثانية يعني بدون ما يتابع الأخبار حتى ولو بالسخرية يعني ممكن نتبيرها كوميديا صوداء هي ضرورية طيب سامر بقصص يمكن مع السوشال ميديا اليوم وخلال هاي الصور إحنا جيل الثمانين والتسعين كنا عايشين القصص المصورة هاي ممكن يتحول شنطح لدراما ممكن نعيشها بقصة وعبارة بغيمة أو يكون فيه ستوري معينة في فكرة في بالك هلأ اللي هو عكل تأخير النشر حاليا هو بحاول أشتغل أي شي زي هيك يعني المشكلة الجهود ذاتية يعني بدون ما فيش شي يعني فيش حدا اللي يجي يدعم بمنطقة اللي تنتج شنطح بطريقة ثانية فكل أشياء شخصية أنا بحاول أعمالها الحالي يعني فهي كلها تجارب محاولات يعني بس هي هو رايحة هاي المنطقة قريبا هنشوف اشي قصص كاملة وحوار كبير جميل يعني بس بشي بداية يعني مش اشي ما هو احنا اللي مبسوطين منه البساطة يمكن الفكرة المهم انها توصل بس احنا من 12 الشهر هذا الشهر شنطح اختفى مش عم نشوف صباحاته بدنا نطمن الناس لا 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 راجع راجع أكيد طب شو ممكن نعبر عنها الصباح بداية أسبوع في ظل كل الأخبار اللي مرت علينا خوف الناس من كورونا اللقاحات موضوع المستشفيات الوضع الاقتصادي احنا عبارة برمضان عطينوا الكلام فهلا لا هاي بدنا اياها لو الرسمة هيك وكتبها فلسطين هذا الصباح كيف ممكن نعبر عن هذا الصباح من خلال كاريكاتير شنطح اللي طلع معي الصباح بصراحة هيك يعني احنا حبينا هيك ان ناخد اشي سكوب خاص احنا رسم لك شنطح كمان اه طبعا بالحباب مش رح يزبط كتير خلينا نشوف اذن شو عبارة شنطح مع بداية هالأسبوع وبشهر ثلاثة طيب صر لي ساعة مجرب اكتب صباح الخير بس مش زافطة صباح الخير بدنا نحاول ان ننزبطها بدنا نحاول ان نمشي هالأسبوع مثل ما منمشي كل يوم ليش بتحب رمالله رمالله يعني كل حياتنا هون كانت عبارة لا في يوم الايام انا كنت من اول الشغلات اللي قرأتها ليش بحب رمالله هي عشوية رمالله عشوية رمالله عشوية رمالله كل التناقضات كل مسقط رأسك وبيتك ومكانك وحياتك زائد كل التناقضات البلد يعني فيها صحيح كل الاحوال احنا ساعدين ان نتعرفنا على حضرتك واكيد بانتظار عودة شنطح وحكمه صباحاته وتعبيراته عنه واكيد كل التوفيق بكل المخططات اللي بتحميلها لشنطح فيها شكرا صباحنا سامر شنطح وتحية كبير الى كل اللي يتابعه صفحة شنطح